جملة من الإشكالات يبدو أنها وقفت عائقة دون طرحي قانون خدمة العلم ضمن جدول عمل جلسة البرلمان ومن أبرزها وفق قانون هو عدم وجود السقف المالي أو الضرورة الملحة له الإشكالات التي حصلت داخل مجلس النواب على قانون خدمة العلم قد رحلت قراءة مشروعه الأولى المزمع تمريرها في الجلسة السابقة بعد أن أعطى أعضاء البرلمان ملحوظاتهم ومواقفهم المتأرجحة بين الرفض والتأييد على فقرات عديدة في قانون الخدمة الإلزامية العسكرية سقل للروح الشاب وتعودها على الحياة الجديدة تعودها على نفسها تعودها على حب بلدها تعودها على كثير من الأمور حد الآن ما أخذناها بالشكل العام يعني ممكنها رح ينطرح جانا من الحكومة ورحصل لقراءة أولى وقراءة ثانية ورحصل للمداخلات والتعديلات بحيث يكون يتوافق ويوضعنا ووضع شبابنا بهذا الفترة بناء الهيكل العام للشباب وصناعة جيل متكامل قادر على أن يكون جيشا بديلا وساندا في المؤسسة الأمنية يطمح من هذا المنطلق مؤيده تمرير قانون العالم في الجلسات القادمة رغم صعوبة توفير ما تحتاجه الأعداد الكبيرة المشمولة بالتكليف لخدمة العلم من سيولة مالية وأرضية لوجستية بعض الأخوان نواب يقول إحنا ما ذهب نريد نذهب باتجاه عسكرة الجمهور وعسكرة المجتمع وبعض الأخوان يقول خلي هذه الطاقات البشرية تتجه نحو المصانع نحو المزارع كل من عنده رأي بهذا الموضوع أحد أسباب أنه ما مهيئة الدولة والحكومة ما مهيئة لهذا قانون لأن هذا إعداد معدي إعداد بالآلاف يحتاج لها معسكرات يحتاج لها أكل يحتاج لها مدربين فأصور يعني مو هذا الوقت لإقرار هكذا قانون الاعتراض الأكثر جدلية داخل البرلمان على قانون الخدمة الإلزامية يتلخص بالرفض لعسكرة المجتمع وإهمال جوانب أساس باستطاعتها أن تدعم الشباب وتصلح ما تنوي إليه بعض الجهة الداعمة لقانون خدمة العالم أحمد ليث بغداد الرابعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر